حلينا نتفع على حاجة أنه المرأة يمكن من خلال تجربة اللي فاتت هي أكثر التزاماً وأقل فساداً فهي بالتأكيد إن شاء الله هتثري الحياة التشريعية والمجالس النيابية والدور التشريعية هتقوم بدور التشريعية بتاعها بس هو كمان فرصة للتبكين وأعتقد أنه الأداء والالتزام اللي أبدته المرأة في البرلمان اللي فات هو كانت دافع ليه استكمال التجربة في البرلمان الحالي يعني كمان دايماً القيادة السياسية أو منها استراتيجية الدولة في أمر ما بينعكس على المجتمع شيئاً في شيئاً برضو المجتمع ما زال ما عندوش قبول أو أريحية لترشيح المرأة على مقعد فردي أو مش بهذه السهولة يتقبل وجود امرأة نائبة مرشحة فردية وهي طبعاً الديمقراطية بتكون بالانتخابات الفردية يعني احتبتدينا مشوار وعملنا كوتا علشان نعزز عند المجتمع أهمية وندي فرصة حقيقية لانتخاب مرأة وأنها تقدر فعلاً تعبر عن الدائرة وتعبر عن الشارع وتوصل صوت المواطن ويكون أداءها مناسب هذا ما نتمنى وإن شاء الله أنا أكيدة أنه نائبة المصريات جديرات بهذه التقع كعهد مرأة مصرية في أي مكان بتكون موجودة فيه بيكون أداءها متميز وبتبلي بلاء حسن ده شيء أكيد طيب دلالة الاهتمام الرئاسي بوجود تمثيل جيد للمرأة في المجالس النيابية فعلاً ست النائبة وإزاي ده شكل دعم حقيقي لتمكين المرأة المصرية سياسية خلصاً أنك بتقولين لسه في بعض يعني المناطق أو بعض يعني في مجتمعنا ما زال هناك من يعني من الممكن أن يقلق من انتخاب مرأة فشايفة إزاي هذا الدعم الرئاسي أنا شايفة أنه السيد الرئيس بيدعم في الأمور اللي هي فيه سلاحيات سيادته ويمكن ده يعني عكس على أمور أخرى زي مثلاً يعني إحنا النهاردة المرأة نائبة ووزيرة ومتقالدة مناصب وتعبر عن الشعب في مجلس الشعب في مجلس النواب وفي نفس الوقت فيه امرأة أخرى تتعرض للختان وامرأة أخرى تتعرض لزواج المبكر وامرأة أخرى تتعرض للعنف يعني الفكرة أنه إحنا مبادرة السيد الرئيس أو رؤيته فيه فتح المجال أكتر لمرأة في التمكين السياسي وإعطاها فرصة أكبر ده هيكون ليه صدام مجتمعياً أنه هيخلي وضع أوضاع أخرى لمرأة أفضل أنه إحنا النهاردة بنحارب الختان وفيه بالفعل إجراءات أحدتها الدولة إجراءات حماية للمرأة في ملفات العنف ضد المرأة وملف الختان وزواج المبكر وكل دي الحقيقة قضايا شائكة ومقلمة كنا بنتكلم عنها في اليوم العالمي لختان الإناث في السادس من شهر فبراير الماضي طيب فالحقيقة أنه بشوف أنه ده بيعبر عن ضرورة توجه المجتمع بالكامل لاحترام المرأة أكثر وللقضاء على مثل هذه الظواهر اللي ما ينفعش تبقى امرأة نائبة وامرأة أخرى تتعرض لذلك إحنا كمان كسرنا كسرنا التابوهات يعني في عهد الساد الرئيس دلوقتي بقى فيه مستشارة للأمن القومي المصري الدكتورة فايزة بنجا عندنا أربع قاضيات جنيات ده ما كانش موجودة عندنا نائبة لمحافظة بنك المركزي عندنا محافظة امرأة فبقى عندنا مناصب ما كانتش المرأة ممكن تتفكر تاخدها وكانت ابوه كده إنه المرأة ما بتخشش المجالات دي يعني إحنا في تقدم حقيقي يعني يستحق أن نفقد به جميع بالتأكيد